اشتركوا في القناة قائد الدعم السريع يعقبه اعتقال وفي حادثة جميلة نتابع أب يصفح عن قاتل ابنه لا يحدث إلا في السودان كل هذا وأكثر تتابعونه بعد فاصل قصير فابقوا معنا احتفل بشكل رسمي وشعبي بولاية شمال كردفان بافتتاح النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض وعبر أسر الشهداء عن سعادتهم بهذا العمل لكن بعد افتتاحه بيوم واحد فقط قام مجهولون بالاعتداء على هذا النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض ليتم ترميمه مرة أخرى من قبل بعض الفنانين في زمن قياسي ليعتدي مجهولون مرة أخرى على النصب ويحطمونه هذه المرة دعونا مشاهدين ومتابعين نصل الضوء على أبرز ردود الأفعال حول هذا الموضوع وكيف تعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر نبدأ بالتعليقات حيث علق إدريس محمد إدريس خلاص بدينا في عبادة الأصنام الشهيد إذا كان عليه حق الله سوف يجزي وذلك موضح في القرآن الكريم لا يحتاج لصنم يعيده الناس أو لا يحتاج لصنم يعبده الناس هذا نوع من التمكين وجعله ثقافة ومزارات أما هناك تعليق آخر من عبد الوهاب فقال إنجاز كبير لحكومة أو إنجاز كبير لحكومة الثورة أما أمين محمد فعلق اللهم إن هذا منكرا فأنكرناه القصة ما قصة نصب تذكاري القصة قصة إنه صنم أما عاصم محمد السيد فعلق اعملوا ليهم بقروش العبذة صدق جارية أنفع للحي والميت وتجري لهم الأجر والدعاء الناس تبطل محاكاة للغرب والشرق بلا طائل وهناك تعليق آخر من شريفة محمود حيث كان لها رأي آخر قالت خلاص بنيت الوطن وبقيت فايقين لا شغل لا مشغلة وظهر آخر تعليق من الطيب عثمان حيث قال يترمم في أسبوع ويتكسر في ثلاث دقائق بطل الفارغة دياناس أس لو عملت زير سبيل لروح الشهداء ما كان أبرك أنفع وهناك تعليق آخر من عدنان دائساء للشهداء لو عملت لهم زير موية كان أبرك أفضل من عمل صنم لننتقل أعزائي المشاهدين إلى موضوع آخر من فقراتنا والذي لقى اهتماما كبيرا على منصات التواصل المختلفة حيث خضب الفريق محمد حمدان دقلو مواطني مدينة أمبدة السبيل بمجمع خالد بن الوليد إلا أن بعض الشباب هتفوا ضد حميتي دعونا نتابع جانبا من الهتاف ثم نعود للتعليق عليها وبعد انتشار هذه الهتفات وانتشار هذا المقطع ظهرت لنا التعليقات حيث علق مازن فقال طبعا هسي بيكون داير يموت أما أبو ظرف علق هنفضل نحاصرهم في أي مكان وظهر لنا تعليق من أحمد السويسري دا أهم وقفة عشان تاني البلد بما يقوم فيها فرعون جديد وعلق لنا حساب باسم إوي نحن في عام 2021 والكهرباء تقطع بلد صارت فوضى موضوعنا هذا أصدقائي من الغرابة بمكان ولا يحدث إلا في السودان أسرة العريس الزاكي حسن الزاكي الذي توفي برصاص طائشة يوم زواجه دون قصد من أحد أصدقائه ليتم القبض مباشرة على الجاني ويتم إيداعه بسجن الدامر إلى هنا لم تنتهي القصة حيث ظلت أسرة الزاكي في زيارة مستمرة لصديق شقيقهم المقتول ليفجر والد القتيل مفاجأة ويحفو عن قاتل ابنه بضمانته الشخصية ويضرب في ذلك مثلا في المرؤة والعفو وسماحة النفس دعونا نتابع مشاهدين هذا الشاعر ماذا قال ثم نتابع أبرز ردود الأفعال على هذا الموضوع خدت السلاح وبشر بضرع رجانا صح أزول طرب النار فيه لما تلافراح وحاق اسم الله العظيم موصح يالا بيتك الأمين تعالوا أبقوا كتار إن تسأل جاوبوه إن كان حال قدت لشنو بتبدو اللعب بالنار وإن حصل الحصل ترموها باللغدار كم من بريء إن فرحة تبشيرتو بطلق جهل اللاخ رصبها تديرتو بسبب السلاح العمرولو ذخيرتو الزاك العريس ما خلوه كمل سيرتو سيبوا الجهل هامات العظم علوها عاداتنا الضارة حان الوقت خلوها في الأفراح أسلحت السجم دلوها بشروا ساهي الفرحة مات كتلوها السلاح عادي بقلب الفرح ليهون وحزنه بتاور من عدمية حول دي رسالتي هاكن خلاص طلول السلاح ما بعبر عن رجال الزول دي رسالتي هاكن خلاص طلول السلاح ما بعبر عن رجال الزول وبعد انتشار هذا المقطع المؤثر الجميل ظهرت لنا التعليقات حيث علقت النجوة منصور الله يرحمه هو تصرف طائش من صديقه لكن الأعمال بالنيات الراجل عن جهل كان فاكر أنه بي جامل وأهل المرحوم كتر خيرهم وأجرهم عند الله أليس العفو عند المقدرة؟ أما أزهري عبد الفتاح علق فقال الشهادة لابنهم وتصرف نبيل في ميزان حسناتهم إن شاء الله وظهر لنا تعليق بحساب أمازون القاتل أطيب زول أنا بعرف حق المعرفة وذا صاحب طوالي بكونوا ماشيين سوا سبحان الله وظهر لنا تعليق آخر من الطيب خل الناس ترد من فيض فضائلك ناهلة واعفر رقباء ذات الدنيا مش مستاهلة وفي موضوع غير بعيد عن الفقرة الماضية ضرب كذلك أحد رموز البطاحين العم عبدالله بلال أروع الأمثلة في عفوه عن قاتل ابنه ذلك الابن الذي أكمل إجراءات سفره للخارج ولكن قدر الله أن يصاب والمدهش في الموضوع أن يقوم العم عبدالله بتناول الإفطار مع قاتل ابنه في حادثة تشبه السودانيين دعونا نتابع مشاهدين هذه الصور المتداولة ونقرأ لكم أبرز التعليقات عليها وما أحوجنا لهذه الأخلاق الكريمة في الوقت الحالي وتناسي الأحقاد والتعالي عليها ظهرت لنا التعليقات حيث علق مهاجر العفو عند المقدرة البطاحين أهل كرام فزعة وحارة تعجز الحروف عن جمال الفعل وظهر لنا تعليق من محمد الطيب نعم الرجل عبدالله بلال أفعاله الكريمة أقرب للجنون والخيال ربنا يكرمه يدخل ابن الجنة بغير حساب العم عبدالله بلال من البطاحين البتقاب واحد مأجر فرن كتل ود عبدالله بلال عفى عنه أجاب الفطور في القسم وفطر مع القاتل وعفى عنه ومعروف عنه الكرم الفياض ويعمل الأكل بإيده للمحتاجين في السوم وظهر لنا تعليق آخر من حساب باسم بره والله مع السودان الوضع بقى ما بينطاق بس والله لكن في حاجات جميلة لسه فيه زي التعامل الجميل ربنا يحفظكم وظهر لنا تعليق من إبراهيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس من مكارم الأخلاق وسماء من سمات أفذاذ الرجال ونبقى كذلك مع أخلاق الشعب السوداني متابعين ونبقى في هذه المرة مع أهالي منطقة الوادي الأبيض حيث أكرم المسافرين الذين انقطع بهم السبيل بطريق النيل الغربي شمال أمدرمان دعونا نتابع هذا الفيديو وأبرز ردود الأفعال عليه الله ما شاء الله يا أخ بالله يعني ربنا ينم عليكم بالخير يا أهل الوادي الأبيض أهل الكرم وجود أبشر أبشر الله خير يا شباب الله خير يا الله يبارك فيكم منع عليكم بالخير من الناس يدعوش العراء عشاء الله عشاء الله يبارك فيكم منع عليكم بالخير إن شاء الله وبعد انتشار هذا الفيديو الطيب حقيقة ظهرت لنا التعليقات حيث علق ود الياس برغم قساوة المحني عزيزا أنت يا وطني برغم قساوة التيار برغم صعوبة المشوار وظهر لنا تعليق آخر من عوض حيث قال عدد تربية سودانية قل أن تجدها في معظم دول العالم رغم ظروف القاسيادي وظهر لنا تعليق من أم فرحة ديل أصلا أصول ناس كرم يعيش الشعب السوداني ديل أهلي أهل الكرم والجود وعلق علي محمد الأمين ما شاء الله تبارك الرحمن تخيل كيف يكون الحال لو كنت سوداني يا أخوان السودان جميل السودان وظهر لنا تعليق من حساب فيسبوك باسم ساتو الوادي الأبيض الريف الشمالي شمال أم درمان دي بلدنا ودي لنحنا أصل العادات والطيبة شكرا لتوثيق شيخ حمد عبد الرحيم الشاب عبد الرحمن عمر يتميز بنقد الواقع دون تكلف وقد اخترنا لكم أعزائي أحد المشاكل التي أرقت عبد الرحمن ويبدو أنها مشكلة عويصة على حد تعبيره دعونا نتابع ماذا قال هذا الشاب ونقرأ لكم أبرز الردود على هذا الفيديو سادفتني مشكلة الفترة الفاتحة دي ومشكلة عويصة جدا جدا لقوني ناس شباب أولا صغار ملحدين كتار جدا جدا صغار أولا صغار الواحد يقول لك أنا أفكر وأنا ما عالك شنو وأنا شنو يا جماعة لموا للحدة من أشوفوا أدخلوا للحدة الجوة واكفلوا لنا باب الشارع دل لأنه السودان ما ناقص ونحن لدينا 600 مصيبات يتضبوا بنا عانصال وفي أن النقывайтесь لقد نفسه أيضا ويأكد من أين ما تعرف الله فعلني مستغرب والله أنا كلما مرتrive سودان سوف أستغرب في عزة الاستغراب وأنا من أستغرب فيه سوف أتغرب فيه في حاله ما يعلم بقى إلا الله يعني الواحد يتبدأ الملحد يتقدم بيجي للنقشي أنا من أخشي يأخذ ن Io أن يخذ نgensي bro أنا أخشاك انا mónه إنت يعمل مقتنع بينهو أنت جدك هنا يا إخي أنا أخشاكك أنا أخشاكك أود معك النغاش كيف يقولوا لك أنا أفكر إذا أنا موجود الله براجد الله ي quería الله جاء الحيد لله لاتفلك وأقسم من نحو Critical من رأيcie ملحب فحقول해 إن قرد بالغسان أخش لا إذا كنت نوعني إنه صدانيين والله لنございます ولله لديكم يلا أقلناénd anteد bows ولا نفكر بالكم ولا ننج hangman لدينا مصاحبنا لدينا بالروب لم تكن لدينا كهربائة عندنا موية و عندنا سياسيين حرامية و عندنا عسكر مطلع و عندنا ما عندنا حاجة و نحن جميع مغومات الحياة في السودان ده ما يشعر فيها لا يوجد عيشين عنها بالله ولكن بخير بخير يokip السودان هذا الأرض كمنا زي المسلوعين ذراعة كمنا من غير أي شيء زي الشجر الصبار و مش بخير بن غير الشجر و نحن قاعدين في السودان ده من غير موية و نحن بخير من غير أي حاجة في السودان ده تقوموه تظيف و لنا النقصة أخذتها قدامك أصلي على الصلاة الحبوباتية شفت الصلاة الحبوباتية أنا معيني معك شو على باي ماي التدائر بس أبعد لنا من ديننا الإسلامي وبعد انتشار هذا الفيديو ظهرت لنا التعليقات حيث علقت حنان والله كلامك معبر جدا وظهر لنا تعليق من أبو الخير كلام مؤسس أما ميعاد فعلق قال أنا السودان دا بكون في عز الاستغراب بستغرب في المصيبة القديمة يجين استغراب جديد بقوم بنسى الاستغراب القديم بستغرب في الجديد تفاعل عدد من المغردين مع وسم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الحرية للمهندس إبراهيم غبوش والذي قضى أكثر من ثلاثة أشهر ومر عليه العيد داخل زنازين لجنة التمكين بتهم لم تثبت ودون عرضه على قاضي ودون محاكمته محاكمة عادلة ولكن من هو المهندس إبراهيم غبوش؟ هو مهندس بث عمل في قناة طيبة إلى حين صدور القرارات الجائرة ضد باقة قنوات طيبة من لجنة التمكين حيث قام المهندس إبراهيم بتسليم عهده للقناة ولديه إقرار من القناة باستلام العهد وأنه خال الطرف من أي التزام والمغادرة إلى منزله وظلت اللجنة تستدعيه بين فترة وأخرى للتحري معه إلى حين القيام باعتقاله وضعة إياه أمام ثلاث خيارات إما أن يجلب المعدات التي سلمها أو يجلب الأشخاص الذين تتهمهم اللجنة باستلام المعدات أو دفع قيمتها الأمر الذي ذاق استهجانا واسعا فكيف لمهندس أن يقوم بتسليم معدات سلمها سابقا أو أن يحل محل الشرطة في جلب متهمين آخرين شيء غريب ونسأل الله الفرج القريب دعونا نشاهد هذه الصور لإبراهيم غبوش ثم نقرأ لكم أبرز التعليقات ومن هذه الصور ظهرت لنا التعليقات على هذه الحادثة حيث علق كرم الله فك الله أسره وعلق الدكتور محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أخي نازدي المجانين مالهم على خيرة أهل السودان فك الله أسرك يا بش مهندس الخلوق صاحب الوجه البشوش وعلق كمال ويتحدثون عن الحرية والعدالة أين دولة القضاء والقانون وعلق محمد الله المستعان لجنة الفساد والدمار إلى أسفل سافلين نسأل الله الفرج القريب أما أبو سارة فعلق فرج الله كربه ونفس عنه وعن أهله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ومن التعليقات ننتقل إلى فقرة صور الأسبوع ومن التعليقات ننتقل إلى فقرة صور الأسبوع ومن فقرة صور الأسبوع إلى فقرة الكاريكاتير دعونا نتابع اشتركوا في القناة ومن فقرة الكاريكاتير نص المشاهدين وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة